السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ماجل ياحي طبعا حضراتكم تابعتوا مطشة مصر وجنوب افريقيا وشفتوا المنتخب عملوا والاداء الهزيل الضعيف الباهت واللي تسبب في خروجنا من بطولة قوم افريقيا اللي بتتنظم على ارضنا والمفروض ان احنا كل المصريين كنا عشمانين خير ان احنا نكسدها بس ده حاجة انا شايفها صحية ليه لان من جد واجد ومن زرع حصل كان كان يعني هتبقى انا ليه واحد صديقي اسم محمود عبدالله صحفي اه شغال في الاماراض صحف الرياض متخصص قال لك لو بالاداء ده كتب الكلام ده في دور المجموعات قال لك لو الاداء اللي بتلعب به مصر ده وصلها ان هي تكسب امم افريقيا يبقى احنا بعد كده المفروض ناخد الجيش بتاعنا نروح نحتل بلد اي بلد في افريقيا تعجبنا لان افريقيا كده مفشل الجال فعلا مش ممكن الاداء ده توصل به بطولة تكسب انت ممكن تعدد دور المجموعات وقعدنا يتكلموا يقول لك كين شيت وتسعة نقاط عايزين ايه تاني بتاع وقولنا لهم يا جماعة ده ببركة دعو الوالدين والله احنا مفيش اداء مفيش تكتك واضح مدير فن الحافظ مش فاهم بيطلع تبديل بتبديل مركز بمركز هو مش فاهم حاجة زي ما عمل النهاردة وكل مرة يوعودونا ان الاداء هيتطور والاداء وللأسف الاداء من اسوأ من سيء الاسوأ 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 طيب ليه بقولت ان ده صحي عشان نفوق بقى نبدأ نبني منظومة رياضية صح مش قايمة على السبوبة ولا قايمة على المصالح ولا قايمة على المجملات في الاختيارات ولا قايمة على التلميع والنجومية الزايفة الكذابة نبني فريق نبني فريق كورة حسن شحاتها كمعاء لعيبة تسعين في المية منهم محليين وخدنا امم افريقيا تارت مرات واربعات وكنا بنلعب كورة قسما بالله سيوأك بقى تقولي ده انت المفروض يعني لما يكون عندك واحد زي صلاح واحد زي النني حرف تنزجي ايه 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 اسماء بتلعب في الدوريات الاوروبية بقالة فترة كبيرة لا احنا بنلعب كورة احسن مليون مرة من اللي بيرعبوها الفريق اللي هو المفروض فيه تقريبا مص محترفين يعني فبالتالي احنا خلاص طلعنا ولو كان كورة فيها عدل كان زمانة ممكن مكن نكوناش على فكرة يطلعنا من المجموعات اداءنا كان سيء من اول مطش نجوم المنتخب اللي احنا كنا عاملين عليهم حطين عليهم امل محمد صلاح اه شوية فنيات ومهارات اه مرعوم محسن احمد علي كوكا عبدالله السعيد مفيش خارص ده الرجل حتى مش عارف يرفع قورة عمر وردة كذلك نزل قصما بالله مش عارفين مش هقول لك بقى ايه ابن هجمة او يبقى العقل المدبر مش عارفين حتى يرفعوا قورة عيدة انني انا بقيتش فاهمه اي نعم هو لما طلع سب فراغ في نص الملعب جيجو فينا الجوم وليد سليمان بس برضو انت مش فاهم وبيعمل ايه طريق حامد رجولة يعني هيفضل راجل الوقت الراجل ده يعيش راجل ويموت راجل على فكرة انا ما اش عارف يا محمد الشناول علامات المضيئ احجازي احمود ما عملوش الحاجة يعني اللي تلفت ال الانتباه بالعكس كان ساعات بيبتلاخفينه الاتنين وبقفينه مغلطات دفاعية ام ميلة بستين ميلة طيب المنتخب من الاخر مش هقول يتفور بس على الاقل نجيب مدرب فاهم مدير فني فاهم مدير فني بيعتمد في الاول والاساس على معيار واحد معيار الكفاءة مش معيار التسويق ان انا جيب لعب عشان اسوقه او بيزنس او مجابلات الفارغة وليد سليمان انا واحد من الناس انا كان نفسي انضم والله للمنتخب بس الراجل بقاله كان قعد اربع اخمس شهور ما يلعبش جاي يجيب ويعمل ايه عبدالله السعيد كلنا كنا منطالب للاسف ان هو ينضم للمنتخب قواتينا شفناه ما عملش البصلة طب مصير ان انت تبدأ بالمباريات ليه انت اصلا مخدتش لعيبة يعني انت ليه بتعمل تبديل وانت بعندك شخلول قلنا كهرباء وقلنا رمضان صبحي وقلنا 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 مش عموت بقى نهري في الكلام ده بس للاسف مدرب ضعيف الشخصية ومدرب فاشل بكل المقاييس اجري ده لبسنا العمه لما اجيه هنا في النيجل اول مطشي دي وحاجم وغلبها ستة سفر عادنا نقول واو شفت يا كوبر على والله كوبر على اللي كان عارف وبيعمل ايه هو الراجل كان بيقول لك انا بقى دافع وعمل نفس الاول وفي الاخر اجيب جون وقتا باجون ان المهم من تلاتة بند ده لا عارف يدافع ولا يتنيل يهاجم بس بقول لكم برضو الحمد لله الحمد لله انا وعندش مشاكل ان احنا نجيب مدرب محلي قصما بالله احنا جربنا الاجانب كتير يا جماعة ودفعنا دمع البنا لما واحد زي اجري ده اعلى مرتب في البطولة بيقولك مئة وعشرة الف يورو في الشهر ليه يعني بتاع ايه ها مش عارف مش عارف والله العظيم بتاع ايه مش عارف يعني الراجل تقريبا بياخد له مليون وطنمئة الف جنو في الشهر محمد صلاح لازم يدوس على نفسه شوية تريزيجيه برضو مهاري وبتاع بس هي منظومة بصوا عشان ما شايلش لاعب الطين هي منظومة فشلة مفيش خطة واضحة اللعبة ما عندها شروح لو هلوم على اللعبة ما عندها شروح بصوا لعيبة جنوب افريقيا كانت بتعمل ايه بصوا اغندا عملوا ايه بصوا كونوا عملوا قصادنا ايه لا عندهم لعيبة نازلة تعمل حاجة مش لعيبة مقضيها على الفيسبوك والانستجرام وتصريحات صحفية هنا وهناك والاعلانات ايه كم الاعلانات دي يا ربنا يزيدهم بس مش عارف انت كنت متضمين للمواسكر تصوروا اعلانات ولا كنت متضمين تعملوا ايه انت انا مش عارف اقسم بالله مصالح وسبوبة رايحة وسبوبة جاية وللاسف اللي احنا اخدناه شعب مصر كله اتحرق دمه بس ازاي ما بقولك والله العظيم دي حاجة كويسة عشان نفوق احنا طول ما انت كنت عملت اكسب في العاك اللي انت بتعقو ده انت بقدش هتفوق لنفسك هان اي نعم دي حاجة حزينة ان احنا نطلع ومحدش يفتكر ان انا فرحان قسما بالله العليل العظيم انا حزين بس ايه في وقت تاخد الم اا لازم يفوقك احنا لازم يفوقك وكمان حتى انظام البطولة يا جماعة حتى بصوا الجماهير مفيش روح حتى في التشجيع يا جماعة احنا احنا في كاس العالم لما جون محمد صلاح ضربة الجزاء في اخر ثانية وكسبنا بصوا التشجيع كان عامل ازاي من اول بطولة حتى مفيش تشجيع مفيش دخلات مفيش بطولة كده والله العظيم من يعني احنا دايما كنا منقول رمضان ببقى ازاي كل سنة رمضان ماله فعلا بطولة دي لأ يعني بطولة بطولة تحسها كده مفيش روح من الاول كده مفيش هي مفيش غر حفل الافتتاحه بس اللي احنا شرفنا فيه غير كده والله العظيم بصوا انا مش لاقي كلام اقوله مش عارف يعني بس بس خير انا بس والله العظيم الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني انا انا كما جيت بالزعلان المنتخب تلعب بالطريقة دي لان دا كانت حاجة متوقعة ازعل على قطئير اولا ما قول يا احنا كنا بنلعب وفي الاخر طريقة انا كفتة يعني جوم دي فينا كده في اخر ثانية بس بس مش الحقيقي احنا كنا هنطلع عن شايلين قتة او بلح يا جماعة جنوب افريكا كانت هتطلع كسبانا بزكور زي ما اغاندا كان هتطلع كسبانا بزكور فانا الازعلان على المواطن الغلبان والله العظيم الناس الغلابة اللي الكورة بتجري في دمها والمنتخب دا بالنسبة لها يوم ما بيلعب دليلة العيد تتلم كده وتبقا عده بتشجع بقلبها والناس دي والناس دي هببنا يكون فعونها لان ايه? على قد ما هما غلابة دي الحاجة الوحيدة للمفروض بتفرحهم ولو اللعيبة اللي بتاخد بلايين دي والجهاز الفني مدرك حاجة زي كده كان اللعيبة هتموت نفسها في الملعب عشان ما نطلعش بالفضيحة والمهانة دي او والله العظيم مهانة 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 يعني مفيش والله العظيم انا انا يعني لو هلوم على المدير الفني السلعيبة كمان ما عنداش روح ما يشوفوا لش انها ويشوفوا طريق حامد يا جماعة بيغروش بتاكل النجيلة طريق حامد ده قصة ومن بالله تحس انه بيأكل نجيلة راضع نجيلة ادهل ادهل اللعبة بتتمشي في يعني 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 مش عارفين يسلموا كرة ويستلموا كرة يعني مش عارف يعني بس يعني هم عارفين يعني هم عارفين هم عملوا ايه في الناس مش عارف هم مدركين اللعهبة دي هتمشي في الشرع ازاي والله هيمشو هيكل واحد فيهم اللي هيروح دلده واللي هيروح بيته في الكمباوند واللي هيركب طيارته ويروح على الأوروبة ويسبونا احنا نوعب بقى نقول زلمون خير مش عايزكم تزعلوا يعني رب القلم داي فوقنا ونعرف ان الله حق ونعرف ندي الكرة حقها ده اكل عيش يعني اللعيبة ده اكل عيش بلاش مرقعة ومياصة وتبريلات فارغة وكلام فاضي ولا هيقدم ولا هيجيب ونعترف في غلطنا ونطلع نقول ان احنا كنا احنا لعيبة مش رجالة ما نستحقش فيه لعيبة كتير قصة من بالله عشان بجرحش حد ما يستحقوش يشيلو المنتخب يشيلو فننا بتاعت المنتخب مدير فني قصة من بلاجة ياخد مرتبه ويرجع على بلده التحكور انا مش عارف اقولي انا ما عرفش بلونة احنا كل شوية نطلع بفضيحة كل بطولة قرية نطلع بفضيحة كسر عالم وكنا هنطلع من دور المجموعات والله العظيم في الدور ده سربنا سطرها معانا بالاداء الملائي لده ومع اول مواجهة مع فريق ها بيشم نفسه عمل على ناماش عالمي الحمد لله الحمد لله عشان عمله عيد وزيد بس ما فاضفض معلش معلش استحملوني وخير متفاقل خير بإذن الله صباح على خير